عزيزية طلبة الترباة الصناعية عام اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم تمانية صباح الخير على كل طلابنا العزاء صباح الخير على كل مدرس اللغة العربية على مستوى الجمهورية اللي هيتابقونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي البرنامج وندنه من الكمال هيكون في ضيفتنا النهاردة في الحلقة مستر عمر جويش آآ مدرس اللغة العربية مدرسة الفرير دي لسال صباح الخير يا مستر صباح الخير مستر رحمد مناور الدنيا شرفتنا ومشرفنا كالعادة هتقول ايه لطلابك النهاردة عايز اقول لهم بس ملحوظا ان دي الحلقة تمانية في البرنامج الحلقة اتنين في لغة عربية مزبوط عشان يقول احسن يتخضو ولا حاجة اقول لك تم من حلقات لا دي الحلقة التانية عايز اقول لكم ركزوا لان النهاردة هنعمل درس مهم جدا الدرس ده كان من المحزوفات اثناء طبعا فترة كورونا وطبعا في ثالثة سنوية احنا مطالبين بالدرس ده وخصوصا انه درس نحو والنحو تراكم مان هكتراكمي مزبوط طبعا طبعا اتفاضل يا مستر ماشا اشتراكم تعالوا بقى يا ولاد نركز مع بعض في درس لا النافية للجنس درس نحو كان المفروض ناخده في ثانية سنوية طيب الاول في مجموعة من الاهداف عايزين نعرفها مع بعض احنا لان نفية الجنس عايزين نعرف ايه واحد تعرفها هي ايه لان نفية للجنس دي معناها ايه اتنين تأثيرها فيما بعدها يعني هل لان نفية للجنس دي بتعمل وظيفة في الاعراب بتأثر من خلالها في الكلام اللي بيجي بعدها هنشوف ثلاثة عايزين نشوف لو التأثير ده موجود ليه شروط ولا لا شروط التأثير عايزين نعرف اهو اعراب ما بعدها اللي هو التأثير ده هو هيكون شكله ايه رقم خمسة عايزين نعرف مع بعض انواع لا طبعا الدرس هنجتهد اللي احنا نحاول نخلصه لكن لو ما اخلص ان شاء الله هنستكمله مع بعض خصوصا احنا عاملين الاجزاء دي كل جزء هنعد عليه هناخد عليه تدريبات بالنظام الجديد جميل انا مدرس دخلت الفصل الفصل كان فيه قدامي اربعين طالب جميل وكلهم مستنين يعرفوا نتيجة اختبارهم الشهري فانا دخلت قلت لا طالب حاولت تستغذب الالام الاسمر افضل يا بستر حاضر ماشي فانا قلت لهم ايه لا طالب راسب مستر احمد قدامي اربعين طالب وبقولهم لا طالب راسب حاضر ماشي فهمتي ايه كله نجح كله نجح يعني الاربعين طالب نجحوا مع اين جي انا قلت لا طالب راسب لا طالب واحد لكن المعنى اللي جيه في دماغك وفي دماغك اي حد هيسمع اللي انا بنفي الرسوب عن مش طالب عن الاربعين عن كل اهو طبعاً هي دي اللي نافية للجنس اللي بتمفي الخبر عن عموم الاسم اللي هو الجنس يعني الجنس الطالب يعني الطالب والطلاب الذين معه لا تفاحة سليمة فبنفي السلامة عن مش بس تفاحة عن جنس التفاح لما قولها سيارة حديثة فانا بنفي الحداثة عن كل السيارات مش سيارة واحدة فاسمها لن نفيها للجنس لماذا؟ لانها تنفي الخبر عن عموم عن جنس عن كل الاسم الواقع بعدها جميل مع أني سبح ayudar لغة عربية جميلة مع أن أنا قلت لا طالب راصد لطالب راصد لكن هنا إلا نفهمه إن أنا نفيهة الرصوب مش عن طالب عن الكل عن الكل جميل عن الجنس وده معنى كلمة الجنس في اللغة العربية اللي هو جنس الطلاب كلهم يعني عمومهم حيب؟ ده معنى لن نافية للجنس كلام جميل طب لن نافية للجنس دي بتعمل لي في اللي بعدها لو أنا شلت لا لو أنا شلت لا ونكتب الجملة مرة تانية بس طبعا ما ينفعش في اللغة العربية بنتبقى بناكرة فهخليها معرفة فقلت الطالب راسب ما نعازي الجملة يا أستاذ أحمد اسمية ولا فعلية طالب راسب الطالب بدأت باسم باسم يبقى الجملة اسمية يبقى الجملة الاسمية عندنا في اللغة العربية أولادنا عارفين كويس انها بتتكون من ركنين مبتدأ خبر زائد خبر يبقى لابد ان نعرف ان لنا فيها للجنس لازم تدخل على جملة اسمية يبقى اي اله وراها فعل مش هتبقى تابعنا إنما هتبقى طبعا إنما هتبقى نوع تاني من أنواع لا هتبقى نوع تاني من أنواع لا يبقى لازم نأخذ بالنا إذا بنتكلم على لنا فيها للجنس يبقى لابد أن يأتي بعدها ايه طيب كلام جميل الطالب مبتدأ وراسب خبر هل سيكون الجملة بعد تقول لا نفس الوضعية مبتدأ وخبر لا هنا ده النقطة التانية اللي عايزين بعد ما عرفنا معناها هنعرف مع بعض تأثيرها فيما ايه بعدها بتعمل ايه في اللي بعدها ايه وظيفتها ما أنا عندي حروف لما تخش على حاجات بتغير في الوظيفة الاعرابية يعني المبتدأ ده ممكن ما بيقاش مبتدأ جميل طيب كلام حلو جدا هنا قادي المثال قصدنا هو انا عايز اهو انتقل لتأثيرها فيما بعدها تخيلوا يا ولاد معلومة جميلة جدا اللي لنا فيا للجنس دي بتعمل عمل انا انا واخوتها مش احنا وغدين لو انا حطت انا هنا هيبقى المبتدأ ده ركزوا معايا هيبقى المبتدأ ده اسمي انا منصوب والخبر ده هيبقى خبر انا ها مرفوع مرفوع تاني لو انا شلت انا اهو لو انا شلت انا هيبقى الطالب مبتدأ مهو وراسب خبر خبر لكن وجود انا في الجملة هنحزف بقى هو المبتدأ والخبر خلاص ليه لان انا بتأثر في اللي بعدها فالطالب هيبقى اسم انا منصوب وراسب هيبقى خبر انا ايه مرفوع اهولا نفيه للجنس كده بيتغير في معالم الجملة نفس انا مهو هي من اخوت انا تمام يعني ان انا واكا انا ليت لعل ولكن ولن فيه للجنس جميل يعني اخوات انا سبعة انا انا واكا انا ليت لعل ولكن يبقى لازم نحفر المعلومة دي في ذهن الطلاب اللي بيتابعونا دلوقتي ان لن فيه للجنس بتعمل عمل انا واخوتها خلي بحراتك وما تنساش يبقى انا بتنسوا بالمبتدأ وبترفع الخبر لان نفيه للجنس بتنسوا بالمبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبره بس السؤال طب ليه ما خدناش مع انا لماذا وضعها النحاة اللي بيتبقى النحف في درس مستقل ليه خدناها درس الواحد قال لك عشان هناك شروط هدف هدفه خلي بالكم لغاية دلوقتي ما فيش اي سؤال هيدي يعني لغاية دلوقتي ما عندناش اي سئلة تعرفها عرفناها مش هيجي سألني في التعريف عملها مش هيسألني ايه عملها انما هيسألني تطبيق هنبدأ بقى في الجده هو ما شروط اعمال لنا فيها للجنس عمل انا يعني ايه الشروط اللي لازم تكون فيها عشان تعمل عمل انا ولو الشروط دي مش موجودة هل هتظل لها بقوة التأثير لا لا خلاص تمام اهو شروط العمل وهنا هنقسم كده التبلوء بتاعنا قسمين حلوين كده واضح ان كم شرط تلاتة ولازم يكونوا التلاتة موجودين عشان تبقى لنا فيها للجنس عاملة يعني ايه عاملة يعني ها عاملة عمل ايه انه لازم يكون التلاتة شروط موجودين بص على الجملة هم موجودين هنا في الجملة دي هم موجودين في الجملة دي يمين الشرط الاول ان يكون اسمها نكرة يبقى الشرط الاول يكون اسمها ايه؟ نكرة نكرة طب لو انا كتبت نفس الجملة وقلت كده للطالب راسب هل اسمها نكرة ولا معرف بقل معرف بقل تبقى عاملة ولا غير عاملة غير عاملة برافو يبقى هنا هيطلع عندي خلي بالكو دي هنستخدمها بعد كده في الهدف الاخير لما نقول انواع لا ادي كده عن جهون وعينهم مهمين اوي لان نفيها للجنس العاملة التي تعمل عامل انا ولو الشروط دي وقعت هتبقى غير ايه؟ عاملة هتبقى غير عاملة يبقى ده نوع تاني مهم ده لسه فيه انواع تانية من لا بس الركز سنوعين دولها دلوقتي مهم يبقى انا عندي لا عاملة لما يتغفر فيها شروط السلاسل ولو ايه شرط من التلاتة هنتحول الى لا غير غير عاملة يعني مش هتأثر يعني الطالب اللي هيعرب لكلمة الطالب هنا اسم لنا فيها للجنس منصوب على اساس ان لا دي زي انه اقول له لا انت كده غلطا لانها مش نكرة لانها مش نكرة لكن هنا تقدر تقول اسم لنا فيها للجنس تقدر صح ليه؟ لاني هنا نكرة الاسم نكرة الاسم نكرة الشرط التاني عشان تكون عاملة قلة يفصل بينها بين لا يعني وبين اسمها فاصل يعني ايه الشرط ده؟ يعني يكون اسمها بعدها على طول مهو يعني زي ما احنا شايفين اهو لا طالب ما ينفعش ما ينفعش يكون لا وراها حاجة وبعدين يجي اسمها ما ينفعش مهو لازم يجي اسمها بعدها على طول تعالوا نشوف كده المثال ده لا في الفصل طالب المفروض لا فين اسم لا طالب هل جي بعدها مباشرة لا تبقى غير عاملة ما حدش يقول لي طالب هنا اسم لنا فيها للجنس جميل انا عارف ولادي دلوقتي بيسألوني بيقولولي طب هتتعري بيه واحدة واحدة خلونا بس نفرق بين العاملة والغير عاملة والعملة عاملة انا خلاصة دي نعرفنا اسم لنا فيها للجنس خبر لنا فيها للجنس طب الغير العاملة هقول لك حل سحري تعرف تعري باللي بعد لا غير العاملة ما تلقاش لكن استحالة يكون هنا في اسم لا وخبر لا لان لدي غير عاملة لدي غير ايه عاملة رائع اقول لكم على حاجة جميلة جدا يعني سهل الشرط ده يبقى هنا واحد اسمها معرفة خلاص غير عاملة اتنين يوجد فاصل بين لا واسمها برضو غير عاملة الفاصل ده عشان رايحك هتلاقي شبه جملة يعني هتلاقي لا وراها شبه جملة وشبه جملة يعني جر ومجرور اوزار يعني لو لقيت بعد لا شبه جملة خلاص جميل تبقى غير عاملة ليه؟ عشان في فاصل عشان في ايه؟ فاصل عايز اقول بقى معلومة جميلة بتوعي نحو قاله لو جي اسمها معرفة مش بس هتبقى غير عاملة وتتكرر يعني تتكرر يعني لا الطالب راسب ولا الطالبة لا في الفصل طالب ها ولا طالب ولا طالبة بتوعي نحو قاله حاجة جميلة اوي قال لو اسمها معرفة مش بس هيتلقى عملها لا ويجب تكررها تعني لازم يقولها زي ما قال الشاعر لا القوم قومي اسمها معرفة هو غير عاملة ولا الاعوان واعوان تمام حلو يبقى الشرط الاول ان يكون اسمها نكرر تمام الشرط التاني يعني ماكنش في فاصل بينها الله مايكنش صح مايكنش مايكنش في فاصل بينها وبالاسمها الشرط التالت والاخير قال لا يأتي قبلها حرف جر قبل لا قبل لا يعني هل لا هنا في المثال ده قبلها حرف جر لا حرف جر في وعلى وعن ومن وإلى والكاف واللام والباء لا عشان كده عاملة طب لو قلت ربحته مالا من لا شيء هل لا هنا عاملة غير عاملة ليه عشان قبليها قبليها يعني بمعنى صحيح ما بدقناش بيها الجملة مش شرط مش شرط ممكن اجيبها في نص الكلام بس مش قبلها حرف جر لكن هنا قبل لا ايه حرف جر اهو من يبقى جاء قبلها ها حقا طيس المعلومة راح قلتها لا تيجي في نص الكلام وتيجي في اخر عادي بس المهم حرف جر لا ما يكونش قبلها حرف جر اهو طيب ناخد مثال ناخد مثال اهو ربحت مالا من لا شيء مثال اخر نعجز مثال بقى من غير اهو لا طالب راس اهو جميل لا تفاحة سليمة تمام لا سيارة حديثة وهقول مثالنا بلغبة طلبة كتير فلا خائن بيننا عشان محدش يفتكر ان الفي دي حرف جر يعني هنا حرف جر فيه مش فيه وهلغبطهم دلوقتي تمام وذي بيقولتها وانا بشرح عشان محدش يبقى عنده حجة من طلبنا اللي بيتابعون يبقى ناخد بالنا لا طالب اهو لنفير الجنس واحد اسمها نكرة ولازم التلات شروط مع بعض جميل مع بعض اسمها نكرة مفيش فاصل وقال تصبق لا بحرف جر مايجيش قبل لا حرف جر قبل لا مليش دعوة طب طالب يقول لي طب لا في الفاصل لو جال هنا في الاختيارات سبب إلغاء عمل لا صبقت بحرف جر غلط حرف جر هنا جيب بعدها مش قبلها فاقول له هنا غير عاملة عشان فيه ايه فاصل لازم نركز لازم نركز عشان كده نقول كده يعني حاجة جميلة يحفظها الطلبة نقول لي لا وراها اسمي نكرة لا وراها اسمي نكرة ومش قبلها حرف جر تبقى لنا فيا للجنس زي جملة لا ما فر تاني تاني اهو الثلاث شروط في الاغنية هو تمام حصري على مدرس على الهوى صحة والجمال لا وراها اسمي نكرة ومش قبلها حرف جر تبقى لنا فيا للجنس زي جملة لا ما فر لا ما فر يبقى هنا لنا فيا للجنس لازم الثلاث شروط عايز انا فيا للجنس ماشي هات وراها مباشرة اسم نكرة ومش قبلها حرف جر خلاص انت في الامان جميل انت في الامان كده لنا فيا للجنس انما هاتجب لي وراها اسمي معرفة هاتجب لي وراها فاصل هاتجب لي قبلها حرف جر وتقول لي لنا فيا للجنس اقول لك اسف دي لا غير ايه عاملة لا يبقى اذا لازم يكون قدامنا الكفتين كفة العاملة بالتلاث شروط مع بعض واسمح لي كمان امسح اهو الفواصل دي عشان للطالب يفتكر اني لا التلاثة مع بعض واني شرط يقع يبقى لا غير ايه طب عرفنا بقى تعالوا نشوف الايه الاعراب خلاص كده يبقى لنا فيا للجنس لنا فيا للجنس عاملة هاتيبقى عاملة 那ا وراها اسم انا منصوب او اسم انا وخبر ايه انا او اسم لنا فيا للجنس وخبر لنا فيا لكن لو غير عاملة لسه معرفناش الاعراب بتاعتها ايه قبل منقول الاعراب تعالوا ناخد تدريب سريع على التقويم الجديد على اللي احنا قلنا ده بقى جميل وانا مسحت اللي احنا هنعتمد عليه في الإجابة عشان نشوف أولادنا فهمه ولا لا دلوقتي حدد سبب الغاء عمل لا فيما يلي واحد مسترحمة السؤال أنا عندي يلغى عمل لا عمل لا يتلغي لأن في الجنس ما تعملش إذا سقط كم شرط هو بيجيب لي كم يبقى فيه واحد إيه لا فيه واحد محزوب حب هنقول له أنا هحط الأربعة اختياراته هنحط التلاتة اللي هو واحد اسمها إيه اسمها معرفة أدي أول شرطه هو يقع عمل لا اتنين فيه فاصل حلو يوجد فاصل بينها وبين اسمها فاصل بينها وبين اسمها وبين اسمها حلو قوي مزبوقة بحرف جر الله عليك يا مستر أحمد مزبوقة بحرف جر الشرط دل ده هنقلفه بس أنا هقلفه تأليف صح عشان الطالب يتلغبط جميل واقول له إيه مكررة ده لدوعة تختاره لأن لنا فيها للجنس مش من شروط إلغاءها إنها تتكرر مش من شروط إلغاءها إنها تتكرر هيقول لي طب محرطك قلت من شوية كده لا أنا ما قلتش كده أنا قلت لو جي اسمها معرفة يتلغي عملها وتتكرر جميل لكن ما قلتش إنها لو الكرارية يعني لو أنا جت في المثال ده قلت لا طالب راسب ولا ها ولا طالبة عملة برضو عملة لإنها اسمها ناكره الثلاث شروط موجودين واحد دولي بس الكرارية يابنا أنا ما قلتش لو الكرارية تبقى غير عملة ما حصلش اسمع بقى عشان إنت هتختار غلط دلوقتي حلو فلو أنا قلت المثال الأول هو لا المبادئ بصنا نجب من الاختراض قبل السؤال لا المبادئ تضر ولا القيم هزعل هزعل لو الطالب يختار مقررة ده أصلا الإجابة دي لازم تتحزف قبل ما نبدأ مه الإجابة دي لازم تتحزف لأن كلمة مقررة بص الطالب هيتخض للمبادئ تضر ولا القيم هيقول لي إيه يا شكلا التكرار موجود ماشي بس هل التكرار ده يخليها غير عملة لا لا بدليل أني ممكن أقرره إيه عملة هو التكرار ده مترتب على لو اسمها معرفة بتتكرر ما لايش علاقة بإنها غير عملة مزبوط يلا بقى اختار يا مستر أحمد الإجابة الصح اسمها معرفة ولا يوجد فاصل ولا يوجد فاصل بينها وبالاسمها ولا مزبوقة بحرف جر المفروض المبادئ فينا معرفة الله يبقى اسمها إيه ها اسمها معرفة تمام اللي هو المبادئ اسمها معرفة اللي هو المبادئ هو هتختار مقرر يعني الله يخليك كلمة مكررة ابعدها خالص من الإجابات أصلا هو هيلغبطك بيها إنت عندك 3 اختيارات صح ففيه اختيار رابع هو جاي بقولك كده يعني بلغبطك بيه ما اخترهوش جميل أنا هختار لا إما ألف لا إما بيه لا إما جيب هسيب اللي أربع اختيارات ونتب مثالتين فضل وهم صح بقى هنا أنا بقى كده عم بتصح عشان إيه عشان أنا عايز الاختيارات كلها موجودة جميل المثال الثاني الله لا على الوافقين بربهم خوف ولا حزن هل هختار مكررة هنا أنا بعدها أشوفه جملة حلو هل هختار مكررة لا كأصلا كلمة يعني اختيار مكررة غلط وهي واحد يقولي القرارية أيوة بس الاتقرار ده مش شرط الإلغاء ده احنا بنقول إيه لو جفى لو جيش به جملة بعد لا فتتكرر يبقى غير عاملة وتإيه وتتكرر يبقى أصلا اختيار ده لده غلط يعني ده لده أصلا استبعده من أي اختيارات في إلغاء عمل لا عشان نستريح حضرتك اختار الإجابة الصح لا على الواثقين بربهم خوف ولا حزن هنا يعتبر في فاصل بينها وبين اسمها رائع رائع في فاصل اللي هو جي بعد له زي ما حروضك قلت جر ومجرول هو شبه لإيه هو هتقول مسبوقة بحرف جر مسبوقة لو جيه قبلها مش بعده جميل هنغير هنسيب نفس الاختيارات ونحط مثال تالت يعني احنا هنا بنحاول يا مستر أحمد نشرح الجزئية اللي احنا عايزينها وبعدين نعمل التدريبات على نظام التقويم الايه معتمد على الفهم جميلة جميلة هنا مسبوقة باع اللي هو ايه حرف اللي هو حرف جر اللي هو حرف جر تمام رائع رائع كده يبقى كده نركز مع بعض تاني نقول شروط اعمال تاني نقول شروط اعمال اسم لا واحد يكون اسمها نكرة اتنين يأتي بعدها مباشرة ولا يفصل بينه وبين اسمها بينه وبين لا فاصل ثلاثة ألا تصبح بحرف جر واحنا قلناها لا وراها اسم نكرة ومش قبلها حرف جر تبقى لنا فيا للجنس زي جملة لا مفر طيب كلام جميل جدا هنا عايزين بقى نشوف ها اعراب ما بعدها ما بعدها طالب يقول الله احنا بناخد اعراب ما بعدها ليه وانا مش ناسي الا انا عايز اقول لهم ايه اعراب اللي بعد الله غير العملة انا هقول لهم بس احنا بس عايزين نتأكد شوية من اعراب اا يعني ما بعد لا العملة جميل بطالب بس هيقول لي حرصة اقولت خلاص ها هقول لي قلت ايه تعال اسألك قلت ايه قلت اني لنا فيا للجنس تعمل عمل مين ها تعمل عمل مين لنا فيا ان تمام وعشان نترجم ده يعني الف بيهو يعني تنسب ها المبتدأ ويسمى اسمها خلاص ويسمى اسمها يعني خلاص ما شايفها مبتدأ وترفع الخبر ويسمى خلاص تمام وترفع الخبر يعني طالما فيا لنا فيا للجنس موجودة يبقى لازم يكون عندك اعرابين مهمين جدا اسم ها لنا فيا للجنس منصوب وخبر ها لا النا فيا للجنس مرفوعة النا فيا للجنس مرفوعة حلو الكلام طب حضرتك عايز تقول ايه بقى في الحكة دي يعني اللي حتطلع هدف اه فيا مشكلة تانية بقى هو اسم لنا فيا للجنس مش دايما منصوب اه مش دايما منصوب ده ساعات منصوب وساعات مبني على كذا في محل ايه ناصب ناصب ده بقى هو الدرس ده هو الدرس يعني اه اللي فات حلو ويجي في الامتحان يجي يعني الشرط اللي هو شروط التأثير وشروط اعمال لنا فيا للجنس عمل اه انه مهم جدا ما هنكره وما فيش فاصل ولا يتصبح بحرف جر لكن هنا كمان ده هو الدرس بقى الاساسي ان لنا فيا للجنس اسمها لو كان منصوب على طول زي انا يعني لو انا هنا قلت الطالب هل احنا خدنا فيه ابتدائي او اعدادي او اولى او تانية سنوي ان اسمي انه بيبقى مبني ولا على طول منصوب اسم منصوب على طول منصوب لكن المشكلة دلوقتي اللي احنا وقعنا فيها ان اسمي لنا فيها للجنس بيبقى ممكن منصوب وممكن مبني وده لا هيجل الاختيارات طب انا على اي اساس اختار على اي اساس اختار عندي اربع اختيارات طبعا هيقول لي منصوب بكذا منصوب بكذا مبني على كذا مبني على كذا لان هنشوف دلوقتي بس انا عندي اما منصوب واما مبني على اي اساس احدد الاجابة الصح جميل ده مهم جدا على اساس نوع اسم لا يعني كلمة طالب دي لو حددنا نوحة صح هنعمل اختيار صح فما انواع اسم لا واحد مضاف اتنين شبيه ده المضاف وده اللي هيكون منصوب عشان ناخدها على طول مرة واحدة تمام تلاتة ها مفرد وده اللي هيكون مبني يعني لو حددت نوع اسم لا صح اسمع لو حددت نوع اسم لا صح اعربت صح خلاص سهيد يعني عندي تلات انواع يا مضاف يا شبه بالمضاف يا مفرد حلو شبيه بالمضاف شبيه بالمضاف نقولهم تانية مثل رحمة مضاف شبيه بالمضاف مفرد بيجي لي كم اختيار في الامتحان ربعا فممكن يقوله لنوع اسم لا اختار وهناعمل دوقات التدريب على كده فيحط لي الاختيار الرابع ناكرة في عندي اختيار ناكرة نا يبقى كده في اختيار محزوف يعني تعود دايما لما يكون في ثلاثة اكيد الرابع هيبقى خلاص من عندي هما ثلاث انواع الرابع هاقلفه انا في الاختيارات عشان الامتحان معاييره قلب بيجين دا بس اه اه اخلي بالك ما تختارش الاختيار الرابع بس خلي بالحضرتك ده انا لو حددت النوع صح مش بس هياخد درجة النوع لو جالي في الامتحان ده انا كمان هياخد درجة الاعراب لان احنا خلصناها المضاف والشبيه بالمضاف هيكون منصوب والمفرد هيكون مبني يعني بص يا مستر احمد عشان حرارك مش هتعرف دي لسه لها مش هرحتش لا طالب راسب كلمة طالب دي مفرد مهم كلمة طالب دي ايه مفرد اعريبها حضرتك بغناء انا على لسه بفهمتوش تبقى مبني شوف طب لو قلتلك لا طالب علم راسب انا بقول لك لما حطيت كلمة علم بقى الطالب دي مضاف اعريبها يا مستر احمد بقت منصوب بس حرارك هستألي سؤال دلوقتي انت حرارك اللي بتغششني هتقول لي حضرتك اللي بتغششني تقول لي مفرد وانا بعرب هتقول لي مضاف او شبيب انا بعرب لقى حرارك اقول لي بقى ازاي في الامتحان احدد نوع اسم ايه اسم الله هل هو مضاف ولا شبيب المضاف ولا مفرد صح كده دي شغلتنا بقى دلوقتي ازاي هنوصل ابننا الطالب اللي بيشوفنا انه يحدد نوع اسم الله بكل اريحية صح جميل جميل جدا هنشتغلها هنا وانسيب لهم الكلام ده لان انا عايزه مهم جدا حلو جميل لا كاتب لا كاتب اسلوبه رديء حلو جميل لا كاتب شعر اسلوبه رديء لا كاتبا شعرا اسلوبه رديء مهم اتصور اني لا عاملة هتصور اني لا عاملة لان لا وراها اسم ناكرا ومشاء اللهяв حرف جر لا وراها لا كتاب اسم ناكرا ومشاء الله هذه ما اتطمئن الاول انها عاملة لان ممكن تكون غير عاملة فكل اللي انا باقوله ده غلcomp caused by هتحدى اصلا ولا في مفرد ولا نضاف ولا شبيب المضاف ولا الكنان دخاله يعني ان اقلت لا الكاتب اسلوبه رديء ما تفكرش بقى نوع اسم الله اسم الله ايه وفي اسم الله اصلا تاني يعني ان انا حطيت هنا لا الكاتب هو فيه اصلا نوع اسم الله. نا. ما تنفيش اسم الله اصلا. كده معرفة. كده غير عاملة. يبقى لازم اتطمن انها عاملة مش عايز اضحك علي في الامتحان. تمام. حلو. حلو ايه. لا الكاتب لا كاتب اسلوبه ايه? ردي. انا دلوقتي مش عايزيني بعد عن الهدف الاصلي. انا عايز احدد مين? نوع اسم. نوع اسم الله لان هضرب عصفرين بحجر واحد اول حاجة هحدد النوع صح? هم. التاني هعريب صح? نظر. لان احنا اتفقنا المضاف والشابي بنضاف هيكون? اسم منصوب. منصوب. لكن المفرد هيكون اسم اللي انا في الجنس ايه? مبني على كده. مبني. هنسأل سؤال جميل? هنقول بنتكلم عن مين? خلي بقى لحضرتك السؤال ده. السؤال الجويشي ده. بنتكلم عن مين? رضي بقى عليها مصر رحمة. لا يا كاتب اسلوبه رديد. بنتكلم عن مين? كتاب بصفة انا. بس انا عايزة زي ما هي مفرد ماشي. لا كاتب اسلوب رديد. بتكلم عن كاتب. كلمة ولا كلمتين كلمة كاتب. كلمة واحد. يبقى مفرد. اذا اسم لنا فيه للجنس مبني على الفتح في محل نظر. مبني على الفتح. لان لو جبت كاتبين هيبقى مبني على اليه. حلو كده عشان مسنى ما هو يبنى على ما ينصب به. يعني يشوف كان يتنصب بايه? فنقول مبني على العلامة الليبي يتنصب به. جميل. فبتوقع نحوله كده. مبني على ما ينصب به. يعني ايه مبني على ما ينصب به? يعني اشوف هو بيتنصب بايه? واقول علامة النصبة وقل مبني عليها. مزبوط. حلو كده? جميل. طب لا كاتب شعر اسلوبه رديل. السؤال. بنتكلم عن مين? ها? بنتكلم على الشعر. لا. سوري الجملة التانية. لا هي اه 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 اي وقت. لا كاتب شعر اسلوبه رديل. بنتكلم عن مين? عن كاتب الشعر? ولا كاتب بس? لا كاتب الشعر. حددت هنا. فرق. طبعا. حددت هنا. حددت هنا. فوق في كاتب قصة رواية. ولا ولا قلت لا تاجر غشاش. بتكلم عن مين? عن تاجر. كلمة واحدة. طب لو قلت لا تاجر لحوم غشاش. حددت اللي بتاجره في اللحوم. صح كده. فرق دي. طبعا. لا لاعب فقير. اي لاعب. لكن لو قلت لا لاعب قرى. بحددت قرى. طالما الاجابة عن اللي نتكلم عن مين. كلمتين هيبقى مضاف او شبيه بالمضاف. هيبقى مضاف او شبيه بالمضاف. او شبيه بالمضاف. يعني لو كلمة واحدة تبقى مفرد. اه. ودي بتبقى مضاف او شبيه بالمضاف. اه. تاني. لا كتاب. لا كتاب. سيء. بتكلم عن. مفرد. كتاب. بردو مفرد. لكن لو قلت لا كتاب علوم سيء. بقى دي كده مضاف او. بتكلم عن مين. كتاب علوم. يبقى مضاف او. شبيه بالمضاف. عندك مشكلة لو تلغبطت في الاعرب. لا. عايز اعرف الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف. ليه عايز حركت اعرف ليه. مش فرق معي. ليه. يعني مبذكرهاش في اللجاة بتاعدي. بالراحة انا اقول حركتك. لا. مش تازم اسم الله انا فيها للجنس المضاف. هو مش المضاف دلوقتي والشبيه بالمضاف ها? منصوب. طب عايز حركت. ده بيعرفني الاعرب بس. حركت عايز استعرف ليه? اه ماشا. لا بس كويس سؤالك. افرد حددلي في الاختيارات نوع اسم الله. اه. واحطيلي المضاف والشبيه بالمضاف. يبقى لازم اعرف. يبقى لازم اعرف. فهرجع بقى ارده على حضرتك. جميع. شوف. لا كاتب شعر. هنا باتكلم عن. كاتب شعر. هنا اللي بقى لك الاولى منونة. لا التانية اللي منونة. اه. يبقى لو بتكلم عن كلمتين الاولى منونة هيبقى شبيه بالمضاف. يبقى الشبيه بالمضاف هيكون ايه? منون. لكن لازالك هقول لي معلومة لولادي يسجلوها دلوقتي. اي لا وراها اسم منون هيبقى شبيه بالمضاف. ممكن يكون مفرد. لان المفرد مبني فلا ينون. والمضاف اصلا لا ينون. جميل. يبقى هو. يبقى لا هنا وراها. اسم ايه? اسم منونة. كلمتين والاولى منونة. يبقى هنقول كده. كلمتين الاولى منونة شبيه. كلمتين الاولى. الكلمة الاولى مش منونة هيبقى مضاف. جميل. نوضحها. نوضحها. يبقى شبيه. اهو كلمتين. الشبيب المضاف الاولى منونة. المضاف الاولى غير ايها? منون. وخلي بالحرطك حابة كده? يعني عارفوا مكتر ازاي اتعمقوا في الحتة دي لاني ممكن نجيب مسنة. طب افرق ازاي? ممكن اجمع فافرق ازاي? لكن لو جبني في الامتحان سؤال لاني مش كل الاسئلة اختيارات ممكن يجيب لي سؤال في النحو مهاري. فيقول لي لا كاتبة شعر. استوب دي حول شبيب المضاف اقول له. ها? لا كاتبا مش بس كده واللي وراها ودي قصة تانية هنعرفها كمان شوي. ايه اعراب عشان كده قلنا الدرس محتاج شغل? لاني مش بس ممكن يقول لي اعراب اسمي لها طب شعر يجيها تتعريب ايه? اه ماشي. المضاف بعده مضاف ايه على طول? يعني اولى اسمي لنا فيها للجنس منصوب والتانية مضاف ايه? جميل. لكن الشبيب المضاف التانية مش مضاف ايه? تمام. لان التانية خلاص ما بقاش مضاف. طب هتكون التانية دي. هقول لكم لاني ممكن تيجي في الامتحاد. ودي حاجات مستويات عليا في التفكير يعني. كلمة شعر ان دي اعرابها ايه هنعرف. بس مش دلوقتي. تعالوا بقى نروح دلوقتي لتدريب على تحديد نوع اسم ايه? اسم لا. حلو? جميل. احنا اتفقنا معلش عيد تانية مستر احمد انواع اسم لا? تلاتة. واحد? مضاف. اتنين? شبيه المضاف. تلاتة? مفرد. ممكن تزودنا حتة بقى في الاعراب. المفرد. هل اعرابوا زي المضاف والشبيه? كلهم بيتعربوا نفس الباكيج? لا مبنى على كزا. المفرد مبنى على كزا في محل نصب. لكن المضاف والشبيه بالمضاف بيكون دايركت منصوب. صح كده? تمام. تمام. تعالوا نشوف اختيارات بقى على الحتة اللي احنا شرحناها والاجزاء اللي احنا قلناها. حدد اهو الله. حدد نوع اسم لا فيما يلي. وهنحط كم اختيار? ها? اربعة. ايه هما الاختيارات التلاتة المية في المية هيكون حاجة منهم صح? مفرد. مضاف شبيه بالمضاف. الله. مفرد مضاف شبيه بالمضاف. رائع. وبعدين هنا نقول ناكرة عشان لغبط الطلبة. مهم. عشان الطالب اللي مش مذاكر واللي مش مستوعب واللي مركز مع المدرس يكتب ناكرة فياخد غلط. مهم. هو حر. مهم. لكن ده اختيار اصلا ايه? خطأ. خطأ. تعالوا بقى نحط الاسئلة. جايب لك بقى سؤال حلو يا لحضراتك يا مستراحة. تماما. لا مزيع مقروح. لا مزيع مقروح. جميل. ها. ويبقى بنتكلم عن مين? كلمة السر. السؤال اهو الجويش اهو. بنتكلم عن مين? عشان تشوف كلمة ولا كلمتين? كلمة واحدة واسمه مفرد. خلال ما هو يبقى كلمة واحدة يبقى ايه? يبقى مفرد خلاص. تمام. لما نيجي نعربه بقى عايزين نرجع كده على العرب. مش هنقول منصوب. هنقول ايه? مبني. تمام. هنقول ايه? مبني. تمام. ناخد مثال تاني. مثال تاني. لا معطي صدقة تعيس. ها. لا معطي صدقة تعيس. تمام. يلا. المفتاح المعطي صدقة هنا يعتبر الله. شبه جملة. لا لا. تلمتين. سوري مضاف يعني. ولا شبيه. لا مضاف. شابش فيه تقفش تانوين هنا. طب لو قال لي سؤال مهاري. حول المضاف الى شبيه بالمضاف. احط له تانوين. الله. يبقى لا. ها. معطيا. معطيا. صدقة. صدقة هنا هتتعريب ايه? مش ده مضاف. اه. يعني يعني اللي بعده. مضاف. مضاف اليه. لكن صدقة هنا. احنا قلنا اعرابها. لس. لس. بس استحالة يكون مضاف اليه. جميل. بس هو ده شبيه بالايه? بالمضاف. شبيه بالمضاف. احنا دوقتي طب لو جينا اعرابنا معطي. يلا عايزك حضرت تسمعلي بقى الاعراب او تقولي الاعراب بتاع معطي بقى. لا معطي. ها. اسم مفرد. اسم للنافية. اسم للنافية للجنس. مالو. مابنوا ولا منصوب. هم اختيارين. منصوب. ايوة كده. عشان هو ايه? عشان هو مضاف. عشان هو مضاف. نركز بقى اسم من السماعة. طب لا معطيا صدقة. لا معطيا صدقة. كلمة معطيا مش اسألك في صدقة. لسه ما قلناش. منصوب. برضو منصوب. لان المضاف والشبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف. منصوبين. يبقى ممكن في الامتحان يجي لي اسئلة اختراراتنا متعدد نحو. هيجي كتير طبعا. وفي اسئلة ممكن تيجي مهاري عالدرس. فيقول لي حول المضاف الى شبيه بالمضاف. حول المضاف ده الى شبيه بالمضاف. زي ما حراك بقولت كده السيري في التنوين. رائع. انما مش هتفرق في الاعراف. انما هتفرق اوي في تحديد النوع زي ما هنشوف كمان ايه? كمان شوية في المثال التالت ده. انا نسيب الاختيارات. واحط مثال. اه جميل جدا. لا محمودا سيرته ينفر الناس منه. ها ايه رأي حضرتك اختار اختار. لا محمودا سيرته ينفر الناس. لا محمودا سيرته. وليه سيرته مس سيرته ولا سيرته هنقول لان هم لسه ما خدوش اعراف الكلمة دي. تمام. لسه. ها. يبقى محمودا هنا اسم لانا في الجنس. الله نوعه ايه الاول? شبيه بالمضار. اي لها وراها? تانوين? يبقى? شبيه بالمضار. رائع. انا موصوب بالتفاعل. مش بس من الموزيع ومن هم خلف الكاميرا بنشكرهم على هذا. خصوصا اللي قاعد بمدارس انجليزي. اه لا حايدين ناس بديه عشان حضرتك ايوة. شكرا طبعا حاجة جميلة جدا. يبقى شبيب الايه? بالمضار. طب ممكن حضرتك تعريب بقى محمودا? حلاص عددت النوع. اه. اوصل للاعراب. لو انا كتبت كده بص هرجع لك تاني بصر عشان هما يكتبوا معايا. تمام. المفرد مبني. بص هيسأل ايه? اه. اسم لانا فيها للجنس مبني. اه. المضاف. ها? وش هبيه بالمضاف? هيبقى ايه? منصوب. يلا. احرارك اختاري. انا ممكن اخط اختيارات. اسم لانا فيها للجنس منصوب. برابو. ليه بقى انا ممكن احط اختارات. اسم لانا فيها للجنس مبني على كزا. ما تختارهاش. اسم لانا فيها للجنس منصوب تختارها. يعني. لان انا هكترها على اساس الايه? النوع. كده حبيت ابدأ بالنوع. تمام. برضو هسأل حوتك سؤال. صد. ممكن تحول الشبيه بالمضاف الى مضاف? الشبيه بالمضاف الى مضاف? اه. نلغي التنوين. الله عليك. تمام. يبقى لا? محمود. ينفر الناس منهم. جميل. طب دي هتتعرض ايه؟ هو السيرات دي مش احنا اتفقنا ان ده اسم لانا فيها للجنس منصوب واللي وراه طرم غا مضاف هيبقى? مضاف الى? قاعدة. اه. قاعدة. تمام. اسم لانا فيها للجنس المضاف بعد ومضف الى? اسم لانا فيها للجنس المضاف بعد ومضف الى? تمام. لكن كلمة سيراته دي هتتعرف مضاف ليه? اللي هي بعد الشبيب المضعف? استحالة لأ انه مش مضعف. الشبيب ايه? بالمضعف. يبقى هل كلمة سيراته دي هتتعرب? مضعف اليه? لا. امه اللي هتتعريب ايه? مش هنقولها النهاردة. لان الواضح كده من الوقت مش هسافنا. جميل. فمش هنقولها النهاردة. جميل. ودي تركيه جنبه جدا في الاسئلة. ناخد مثال كمان. اوكي. اه دي بقى هنتعفيها شوية لكن ان شاء الله هتبقى سهلة برضو. لا سؤال صعب. مهي. قال بيجي مدال اختار حضرتك. لا سؤال صعب. مهي. هنا مش كلمة واحدة كلمتين المفروض. كلمتين? طب انا بتكلم عن مين? سؤال صعب. لا انا مش دعا صعب. صعب انا بقول له حررتك كلمة فيه سؤال صعب. اه بوصف السؤال. لكن انا بتكلم عن مين? عن سؤال. اللي هو مفرد يعني اوه. كلمة واحدة. اه. يبقى ده ايه? مفرد. مفرد. ممكن يعرفه? ولا نسينا? لا مفرد مبني على. اه برافو. يبقى سؤال اسم لنا فيا للجنس مبني على الفتح في محل نصب. عشان ليه في محل نصب? عشان اسم لنا فيا الجسم بتنصب. جميل. منصوب. طبعا. فده بما انه مبني فلازم اكمل اقول في محل ايه? نصب. ايه بقى الصعب? ممكن حضرتك تحوله الى مضاف. تحوله الى مضاف. اه ممكن يجيب لي سؤال في المتحان كده. حول اسم له في الجملة التالية الى مضاف. لا سؤالا. لا انا مقول دي الشبيه. اه اه. الشبيه هو اللي بيتناول مضاف. اه. يعني مضاف يعني هتجيب لي كلمة هنا تتعرب. اه. مضاف اليه? لان الكلمة التانية وتكون بتحدي. لا سؤال نوعه صعب? لا مش مش نوعه. انما هي اصلي لا سؤال برضو نوع صعب. لا سؤال صيغطه. برضو هتبقى هي هي باتكلم عن السؤال. انما بص كده. لا سؤال انجليزي صعب. اه. حددت حاجة. تمام. لا سؤال نحو صعب. اه. لا سؤال رياضة صعب. جميل. يبقى كده. تمام. عندنا ايه نايصنا في الدرس ده? صح كده نقول بقى ايه نايصنا? اه. اه. ايه نايصنا في الدرس ده? اه. رقم واحد ان احنا اه هنعرف نعرف اللي بعد اسم له الشبيه بالمضاف لانها صعبة لانه مش هيكون مضاف اليه. اه. يعني عايزك دايما تعرف انه بعد المضاف بيكون مضاف اليه. اه. اه. لا كاتب شعر. اه. لا صعب جبل. اه. اه. اي مثال لا كتاب نح. اه. تمام كده? اه. اه. انما اللي بعد الشبيه بالمضاف مش هيكون مضاف اليه. ودي لسه هنقولها ما تخافش. احنا لسه هنقولها وعندي عليها اختيارات من متعدد برضو. جميل. هيبقى راقصنا كمان ان شاء الله ان احنا. انواع لا. انواع لا. لان انا عندي كزا نوع من لا. عندي مش باس لا نفا لجنس العاملة وغير العاملة. انا عندي لا العاطفة. عندي لا الناهية. اه. يعني عندي هناك عندي لا النافية. يبقى لا نهية ولا النافية. ما فيها بس. اتفضل ان شاء الله هنغرفه المرة القادمة. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء رفتنا مستر عامل لو عندك اي رسائل سريعة كده في دقيقة للطلاب بتاعتك. عايز اقول لكم اتطمنوا. اتطمنوا. اللغة العربية بنظامها الجديد تحتاج الى فهم. تحتاج الى استنتاج. مدرس اللغة العربية اليوم لن يعلم لغة عربية فقط. انما سيعلم الطلاب امورا اخرى. واحنا بنعلمها. انا مش هقول ايه الامور دي. انا بعلمها لكم انا بشتغل. لان الامور اللي انا يعلمها لكم تخصني انا في اسماءها. حلو. لاني طبعا ده زي ما قلنا حصري ببرنامج مدرس ايه. مدرس على الهواء. بقول لكم كمان ان شاء الله في برنامج مدرس على الهواء. على قناة الصحة والجمال. ان شاء الله رب العالمين. التفوق مضمون. ليس بس في اللغة العربية. اتصور في كل المواد بقيادة طبعا الاستاذ الجميل جدا. الاستاذ احمد سعيد. شارفتنا مستر عمر. وماشاء الله عليك انا طريقة العرض شايفة جدا. انا مدرس انجليزي واستوي وحبت وبطريقة الثالثة ومساطة جدا. شارفتنا وتمنى نشوفك في حلقة قادمة ان شاء الله. وتمانيات القلبية. الكل تلضم العزاء بالتوفيق ان شاء الله. شكرا.